أرى رجل عزيزي برج الأسد أو شخص مع رجل أو مرأة يعني أرى شخص يفكر فيك كثيرا وهو متأكد أنك المرأة التي كان ينتظرها طوال حياته أو أنك الرجل يعني الذي كانت تنتظره طوال حياتها حياتها أنا أتكلم عن رجل والنساء لذلك لكن أنا دائما أتكلم مع النساء لكن تعلمون أني أتكلم عن برج الأسد نعم إذن قلنا بأن هناك شخص يفكر فيك كثيرا يحلم بك وهذا الرجل متأكد وعلى يقن أنك المرأة التي كان ينتظرها طوال حياتك حياته حياته عفوا يحلم بك ليلة نهار يتمناك أمنيته هو أن تكون معه نعم وأن يعيش حياته معك أرى هنا طاقتين طاقة نارية نعم هذا الشخص يعني ناري يعني برج ناري من الأسد أو الحامل أو القوس عفوا نعم أرى طاقت نارية وأرى يعني بعيدا عن الأبرج أرى طاقتين يعني أنت وهو أنتما طاقتين ناريتين قويتين هذا القراءة يعني غريبة نوعا ما أنا أسأل يعني إي من تسأل تسألكم هل يعني أنا أسأل ليس الطارتوخة هل أحيانا تحسين أو تحس وبدون سبب أن قلبك ينبض مرة واحدة لكن بطريقة قوية وعنيفة جدا تجعلك تفكر مباشرة في هذا الشخص وينتابك شعور غريب وأنت متأكد أنه هو سبب هذه الدقات نعم يعني تشعر بأن قلبك كما لو أنه سيخرج من القفص الصدري يعني شعور غريب جدا قراءة غريبة هي أصلا قراءة غريبة جدا لكن دبا نكمل القراءة وصنرة إذا كان جوابك أو جوابك نعم فهناك تخاطر بينكما يعني تواصل عقلي بينكما هو يرسل أو هي ترسل رسائل عاطفية عقليا وروحيا لكن أنا أرى أنكما الاثنين تفعلاني هذه الأشياء نعم لماذا؟ لماذا؟ لماذا تفعلاني هذه الأشياء؟ لنواصل لنواصل لا التي سأشرح أولا هذا الكارت ماذا يعني؟ هذا يعني لويد باتون يعني يريد أن يقترب منك يريد وهذه الحزن لا تنكمل هذا يريد أن يقترب منك وأن يأخذك بقوة يأخذ يدك بقوة يعني هناك جارب قوية جدا جدا لكن نعم أرى اختلافات بينكما ربما قد تكون ثقافية دينية عرقية أو شيء من هذا القبل لكن هناك اختلافات وأرى جاربية قوية جدا نعم وهناك حزن هذا الإنسان حزين وأنت أيضا حزن كبير لأنه لا يمكنه التعبير عن المشاعر لا يمكنه التعبير عن هذا الحب الكبير الذي يحس به ومن جديد أرى طاقة نارية وكذلك هوائية نعم وكذلك هوائية يعني أسد حمل وقوس والهوائية جوزاء دلو أو أو ميزان نعم واخر لنكمل لنكمل هذا هو يعني في حزنه ووحدته لكنه يريد أن يكون معك هو بعيد عنك هذا ما تعني هذا القرد كرد الشيطان تعني ليست سلبية بالعكس هناك حب وهناك باسيون هناك شغف يعني حب وعشق ويعني قوية نعم قوي عندما أتكلم عن الشغف عندما أقول حب وشغف الشغف نعم هو من ناحية معنى العاطفة القوية نعم لكن لديه معنى آخر الشغف ولا باسيون يعني الرغبة الشديدة الإعجاب القوي بالمظهر الخارجي القوي والكبير يعني الرغبة الشديدة في أن يكون معك يعني واضح يعني جسديا الشغف والحب ليس film أن الشغف ليس سلبي الشغف سلبي عندما يكون لوحتي هذا النوع من الشغف يعني لا باسيون عمد عندما نتكلم فقط عن الشغف هذا سلبي يعني لا يحبك يحب harvest فقط نعم لكن عندما يكون مرافقا بالحب فهذا يعني الكمال والتمام والحب المثالي الحب في كل معنى الكلمة نعم وهذا هذا الانسان توأم الروح او اكثر من توأم الروح انا ارى هناك يعني اتقى قوية جدا في المشاعر وفي مشاعر قوية جدا لكنها مكتومة يعني لا يبوح بحبه لا لا هو ولا انتي نعم اذا الشيطان هو كل ما يشعر به هذا الرجل لكن باقوى وباعلى درجات نعم هذا يعني يعني لديه حب كبير لا يمكنه اعطاؤك اياه لكن هناك اسباب لا ادري ما هي الاسباب انا فقط ارى جاذبية قوية حب كبير وحزن كبير لكن هو ما يريده حقا هو اعطاؤك هذا الحب نعم نعم هو يحب فيك البراءة هذا المجنون المجنون هو انت طاقتك يحب فيك البراءة يحب فيك عطفك انا ارى انك تقبلين وتحظنين اطفال لا ادري اذا من هدر الهدراري لا ادري لمن هم يعني هاد الاطفال لا ادري لا ارى يعني لمن هم هؤلاء الاطفال ارى انك تقبلين وتحظنين الاطفال وهو يعشق ذلك يراك ام ام يعني تعتني تقبل لكن لا ادري اذا كنت انت ام او لا ادري انا فقط ارى انك تحظنين وتقبلين اطفال وهو يراك من بعيد ويحب ذلك ويكبر عشقه نعم هذه تعني انه ينظر اليك من بعيد بهوس نعم ينظر اليك من بعيد وبهوس هذه هذا الكرت جميل جدا كرت روحاني يعني انه يريدك يريد يريد الزواج يريد الزواج منك يعني يريد ان يجمعكم الله يعني جمعكم الله لكنكم لستم معا نعم وهو يريد ان يجمعكم الله يعني انظروا يعني يريد ان تكون ان تكونوا سوا هذه الكارت يعني مثل هذه يعني ينظر إليك من بعيد وبهاوس لأنه يتمناك لكن هناك قمع للمشاعر لا ندري لماذا لنواصل حب جميل الله حب جميل سأخفيها لأنها يعني رجل ومرأة عارية واخا هذه هذه هي هذا مكان هذا الكارت نعم 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 واخا واخا توأم الروح هو توأم الروح لكن ليس هناك توازن يحبك لكنه ليس معك يعني ليس هناك توازن هذا يعني هذا الكارت وهذا الكارت شيء آخر يريد أن يكون معك هذا الكارت تعني أنه يريد أن يكون معك ويعطيك حب حب حبه حبه لكن شيء يمنعه شيء يمنعه من أن يحدث هذا ومن جديد تتكرر الرسالة يعني هذه القوة هذه أنت كذلك أنت كذلك أرى أنك تهربين من هذا تهربين تريدين أن تنسى أن تنسى هذا الشخص تهربين لكن يعني تهربين لكن لا مفر يعني لا يمكنك الهرب لا يمكنك الهرب وهو كذلك أرى أن هذه كارت القوة لكن شيء يمنعه يمنعه من أن يتجرأ ويقول لك ماذا يعني ما هي ما هي مشاعره هذا ما تعني هذا الكارت وتتكرر يريد أن يعطيك حب لكن هناك شيء يمنعه يريد أن يكون قويا ويبوح بمشاعري لكن هناك شيء يمنعه وأنت أيضا تهربين لأنك تعبت من هذا الحب الذي يعني يؤلمك نعم واخا نتابع نعم العجلة العجلة تعني أنك توأم الروح يعني تؤكد تؤكد أنك توأم الروح وحياتكما ستجمعكم الحياة يعني جمعكم القدر وستجمعكم الحياة أنا أرى أن أنتم ستكونان معان وربما سيكون هناك زواج أكيد لأن نيته قوية وهذا ما يريده لكن هناك شيء يمنعه لا أدري ماذا العجلة نعم العجلة توأم الروح وتوأم الروح أرى نفعة يعني حية حية يعني الغيرة حذاري عزيزة برج الأسد فأنت جمالك وجاذبيتك ونجاحك يجذب الكثير من الغيرة هناك نساء ليس امرأة واحدة بالكثيرات يغرن منك حذاري حذاري لكن أنت لا تقع في هذه المستويات أنت بتعدي عن هذه الطاقة السلبية وفضينا نعم وانتهينا يعني نوصل الله الكرد يعني هي قراءة غريبة لكن الكردات جميلة وقوية جدا يعني من أجمل ما في الطارود هذه الكرد التي أراها وخا الله 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 نعم جوين أنا أرى هنا هذه سأخفي الكرد أرى أن هذه القراءة هي قراءة نعم هناك حب شديد لكن هي قراءة روحانية كثيرة هناك رابط رابط روحاني يجمعكما هناك تواصل روحاني قوي نعم يجمعكما لكن أنا أرى أن هذا الرجل ترى الموت ولا يريد أن يكون وحيدا لا يريد ويريد أن يكون معك مع شمسه مع حبي يريد معك الحياة يريد زواج يريد أسر يريد كل شيء معك هذا هو هذه هي أمنيه هذا الرجل وليس فقط أمنيه هذا ما سيحدث لكن لا أرى ما الذي يعني ما الذي يمنعه هذا الرجل من أن يقترب منك نعم هو يقترب لكنه لا يبح بحبه أبدا لكن أنا أرى هنا يعني أرى هذا الرجل هذا الرجل يتظاهر بشيء لكن هو شيء آخر نعم ها الأمبراطور الذي رأيته قبل فين هو الأمبراطور هنا الأمبراطور يلبس يلبس القميص لشنو لغميغ هذا القميص الحديدي كيف نسميه بالعربية يا رب نسيت هذا الرجل يلبس درع لأنه يتظاهر بشيء و يتظاهر بشيء لكنه شيء آخر هو حساس و يريد كيف أشرح يريد أن يبح يعني إعطائك هذا الحب الذي بداخله لكن فين هو القرد يعني كانت هناك لا أراها هو يتحكم يتحكم في مشاعره لدرجة لدرجة أنه في يوم من الأيام هذا الرجل غادي الترتق كما نقوله نحن في المغرب غادي الترتق بحركة كوتمينوت يعني سينفجر مثل تنجرة الضغط وهذا غير سليم لأنه يصمت 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 ويوما ما بوم سيبوح يعني هكذا في اليوم الذي وهذا ما تقوله العجلة يعني سيتكلم وسيجمعكم القدر لكن هناك شيء لا أدري ماذا أحتج لقراءة أخرى أرى حياة سعيدة أرى حياة سعيدة يعني هذا هذا قدرك هذا يعني مكتوب مكتوب أن تعيش معا وهو يعني هذه الوحدة ووحدتك أنت كذلك تحسين أنك وحدة ستنتهي يعني الموت ستنتهي هذه الوحدة نعم هو تعب من يعني أن يكون بعيد عنك وأنت كذلك وهذا سينتهي لأن لأن الحياة تنتظر لكم أنت الحب والحياة نعم وسيجمعكم القدر يوماً ما هذا ما تقوله العجلة وخا كانت هذه قراءة الأسد قراءة جميلة جداً جميلة جداً هناك تواصل روحاني قوي وحب قوي جداً قراءة جميلة جميلة عجبتني بزاف أنا فرحانة لكن لكن يجب أن نعرف لماذا لماذا لا يقترب هذا الرجل سأقوم بقراءة إذا أردتم سأقوم بقراءة يعني لماذا لا يقترب لماذا لا يبوح بحبه وسننهي يعني شوفوا النهاية والبداية كانت جميلة يعني هذه أنت المرأة المثالية له وهذه أنت حياته يعني بخلاصة واخر ننهي ب واحد جوجت ننهي ب ننهي ب الله الله ننهي برسالة الملائكة معجزة يعني ستحدث معجزة بعد كل هذا التعب وكل هذا الانتظار وكل هذا كبح المشاعر ستحصل معجزة نعم يعني الذكاء السماوي يعني الله خطط هذا يعني لا يمكنك مع الهرب أنت تهربين هو يتحكم في المشاعر أنت تهربين لأنك تظنين أنه لا يحبك ولكن حدسك يعرف أنه يحبك ويموت لأنه يعني نظرات حتى وإن لم يقل ذلك الله كتب يعني يعني القدر القدر يعني سيجمعكما كما كنت سابقا رأيت يعني الاستسلام هو سيستسلم هو سيستسلم لحبي وسيجمعكم والله أتمنى يعني هنيئا لبرج الأسد برج الأسد يلمع برج الأسد هو الشمس هو يلمع هو ملك الأبراج هو ملك الأبراج على فكرة وأتمنى أتمنى أن يكون قد عجبكم يعني قراءة أنت كنا قد عجبتكم قراءة برج الأسد يا أحبائي الله لا يمكنكم أن تتخيلوا كم يعني الجهد الذي أبذله في أن أتكلم اللغة العربية لأنني أصلاً لغة الأم ليست العربية هي لغتين مختلفتين لكن لن أتكلم عن حياتي أنا يعني أتمنى تكون عجبتكم القراءة أتمنى أن تكون قد عجبتكم هذه القراءة الجميلة جداً جميلة قوية الحب يعني الحب المثالي والله سيجمعكم إن شاء الله لكن إذا أردتم أن تعرفوا ما هي الأسباب ولماذا ومتى سيتقدم لابد من قراءة أخرى شكراً لكم رمضاً كريم وكل عام وأنتم بخير وأحبكم كثيراً شكراً لكم أتمنى لكم الخير والسلام والحب في حياتكم وأن تتحقق كل أمنياتكم إن شاء الله يا رب الله يحفظكم إلى اللقاء بسلامة أنا آسفة أنا يعني لم أكمل القراءة فقد نسيت لقد نسيت المتزوجين أنا آسفة يعني لنكمل القراءة يعني آسفة أنا آسفة جداً آسفة جداً يعني كنت فرقف كنت فرحانة كنت فرحانة ونسيت نسيت المتزوجين أنا آسفة آسفة نعم المتزوجين أنا آرى تغيير تغيير في العمل بالنسبة للمتزوجين أنا آرى تغيير في العمل نعم آسفة يعني ستغير ستغير ربما كنت تعمل في عمل لا تحبه فستعمل في عمل آخر أفضل وكذلك أرى 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 رحيل أرى رحيل لبيت آخر أكبر وأفضل وأرى رزق أرى رزق يعني مداخل مهمة في هذا الشهر وأرى أن المرأة الأسد تريد أن الزوجة المرأة الأسد يعني الزوجة تريد أن تعمل وهذا ربما يعني سيثير غيرة الزوج لكن ليس هناك مشاكل ولا أي شيء نعم و لكن أنا أرى حياة يعني هنا هي تلك الكار يعني حياة سعيدة حياة سعيدة وجميلة ومستقرة هذا ما أراه في الحياة الزوجية والزوجين أرى كل شيء على ما يرام كل شيء جميل فقط يعني القليل من الغيرة من زوج المرأة الأسد لأنها تريد أن تعمل والآن نعم أودعكم شكرا لكم وسامحوني شكرا لكم واسلام عليكم رمضا كريم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا